في البداية دعني أتحدث معك عن الدولة السعودية بمساراتها الثلاثة نتحدث عن الدولة السعودية الأولى مع الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الثانية مع الإمام ترك بن عبدالله وأخيرا الدولة السعودية الثالثة مع الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن فنقاسم مشترك نوع ما بينهم في التوجه إلى الدرعية على وجه التهديد لماذا الدرعية تهديدا؟ لا شك الدرعية بما أنها المسقط الرأس القديم للأسرة المالكة الأسرة المالكة منذ سنة 850 من الهجرة تقريبا كانوا قبل هذا التاريخ في الرياض في حجر اليمامة انتقلوا بالتالي إلى الأحسى في تلك الفترة فكان هذا التاريخ مشهور ببداية التكوين أيضا وتدوين تاريخ أيضا وسط الجزيرة العربية منطقة نجد لدى المؤرخين الذين كتبوا في تاريخ هذه البلاد خصوصا النجديين لدونوا بداية تدوينهم تاريخ المملكة العربية السعودية أو وسط الجزيرة العربية الحديث من هذا التاريخ سنة 850 كانت الأسرة المالكة هناك أيضا في الأحسى ولهذا كان لديهم ابن عم أيضا أمير الرياض حجر اليمامة قديما ورجحنا أنه عبد المحسن بن سعيد من الدروع أيضا من هذه الأسرة من بني حنيفة لكون الأسرة السعودية أيضا جدهم الأعلى مانع المريدي من بني حنيفة فالمؤرخين ينصون على أن بينهما صلة ورحم وأيضا مصارة ونسب فتواصل معهم الجد الأعلى مانع بالربيعة فكان له مراسلات مع أمير الرياض فقام أمير الرياض بمراسلتهم أيضا مراسلات عديدة إلى أن انتقلت هذه الأسرة بقيادة جد الأسرة السعودية الآن يعد تقريبا الجد الرابع أو الخامس عشر للملك سلمان حفظه الله خادم الحرامي الشريفين وانتقلوا من ذلك التاريخ من سنة ثمممية وخمسين واستقروا في الدرعية نعم فبداية الاستقرار والانتقال لهذه الأسرة بالجد الأعلى كأحد الأمراء الموجودين في هذه المنطقة في جدهم الأعلى مانع المريدي ثم أتى فيما بعد أيضا أبنائه وأحفاده الذين حكموا هذه المنطقة فاستقر هناك الجد الأسرة السعودية مانع استقر في الدرعية في حيين مشهورين في الدرعية لا تزال تعرفان إلى اليوم بهذا الاسم الحي الأول المليبيت والحي الثاني غصيبة استمر هذين الحيين بتوسعاته وأيضا اتساع الدرعية في أحفاد وأحفاد أيضا هذا الأمير المشهور إلى أن أتت اللحظة طبعا المعروفة والخالدة أيضا في تاريخ الدولة السعودية بقيامها وإعلام بقيامها في عام 1157 من الهجارة أبرك صورة لك يا دكتور بس تحدثني عن المكان الجغرافي الذي فيه نعم هذا مع الله يذكره بالخير الحميدي وهو من الشيخ الحميدي وهو من أبرز المهتمين الحقيقة في هيئة النظر وأيضا الأحياء القديمة والمزارع في الدرعية فخرجنا إلى هذا المكان هذا المكان أحد الآبار القديمة أهل بئر المليبيت والمليبيت في الدرعية تقريبا لها ثلاثة ألفاظ المليبيت والملابيت والمليبيت في الدرعية كلها تعود للفظ واحد هذا اللي قدم الجد الأسرة السعودية وسكنها هنا انتقلت فيما بعد للملك عبد العزيز ثم انتقلت فيما بعد للأمير رحمة الله عليه الأمير متعب بن عبد العزيز الآن انتقلت إلى بوابة الدرعية فكان هذا المكان الليبيد القديم الذي سمي فيه ما بعد فيه بعض المصادر التاريخية كما رجح الشيخ عبدالله بن الخميس تسمى العلاقية